لا تنسوا ما أنشأتكم عليه مداريسكم من قيم وأخلاق وسلوكيات حسنة لتكون زاداً لكم في حياتكم ولا تنسوا أيضاً ما حصلتموه من علم ومعرفة هما أساس ما ستبنون عليه لاحقاً من علوم واختصاصات لكن العلم وحده لا يكفي والاختصاص وحده لا يبني الشخصية لأن الإنسان الخلاق المبدع هو الإنسان المثقف الذي جمع إلى العلم والاختصاص ثقافة وسعت آفاقه وبنت نفسه وهذبت تفكيره ورهفت حسه ونمت فيه هذه الجرثومة المحمودة وحدها من بين الجراثيم ألا وهي جرثومة الإبداع